تتواصل العمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش لتجفيف منابع الإرهاب في جنوبي غرب كاركوكا وتدمير المظافات التي يستعين بها الإرهابيون للاختباء العمليات التي انطلقت ثارا للشهداء بعد تعرضات الأخيرة على النقاط الأمنية بشكل مؤكد هناك جهد كبير وتنسيق عالي بين إدارة المحافظة والقوات الأمنية بعمليات نوعية ميدانية تهدف إلى تجفيف الإرهاب والقضاء عليه الحوادث الإرهابية التي تحدث ضمن حدود محافظة كاركوك هي في مواقع مشخصة مسبقا هي في وادي الشاي، زغيتون، الكور، أبو خناجر المناطق النائية غير المأهولة سكانيا والقريبة على جبال حمرين أو محقور زيارات مستمرة للقادة الأمنيين إلى كاركوك ومتابعة القطاعات العسكرية وانتشارها والوقوف على أبرز العمليات العسكرية للحيلولة من تكرار التعرضات التي يحاول عناصر داعش إثبت وجودهم من خلالها نحن كجهاز أمن وطني قدرنا أن نتوصل خلال هاي اليومين أو الثلاثة إلى المنفذين للعمل الإجرامي الآن العملية التي شرحناها السيد القائد عملية رائعة كان بها عدد من القتلى وعدد من الجرحة وسوف تعلن في وقت لاحق القوات الأمنية تعتمد خططا أمنية جديدة لمطاردة داعش من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وتحديد مناطق الخلالة والقضاء على الخلايا النائمة في أطراف المحافظة لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك ترجمة نانسي قنقر